اشتركوا في القناة وخوف من طبيب الأسنين من كلمة أنه لا أنا مبروح هتحكي من أسنين أبدا هلأ من بعد إطلالتك معنا بيوم جديد من بعد كمان اللقاءات اللي عم نشوفها من داخل الكلينيك وكيف عم بتصير الأمور بالكلينيك ما فيه ولا نقطة دم المريض حتى كمان عم بتفاعل معنا مباشرة على الهواء مش الحال مسيه 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 الحمد لله يعني عم نحاول نقرب قد ما فينا مثل ما قلت المسافة حتى ما بقى الناس تضل فزعاني من الدونتيست يعني حكيم سنين منه بقى فوبيا منه شي بفزع بالعكس صار في عنا تكنولوجيا تير بين إيدينا بتريحك بريح المريض وبحس حاله أنه جاي لازم يكون مبسوط عم بيصلح سنينه عم بيضبط سنينه ودحكته ما يكون في شي بعزبه فكيف إذا كان الطبيب كمان هلقده هو يعني هيك بيعطي سئة أكتر للمريض وبريحه نفسيا أكيد شغلة أساسية أكيد شغلة أساسية يعني هي السئة كتير مهمة أنه المريض يحس حاله بيدان أمينة وخاصة أنه نحن عم نشتغل على بسيون هو واعي بسيون يعني منه مثلا مبنج بنج عام عم تشتغلي فولا لازم كل حركة بتعملية كل شغلة هو على طول عينها فيك عم بيرق بيك هذه الشغلة أساسية كتير ولازم ويعطي قدمة فيك اللي راحة وتريحيه وشغلة سهلة يعني ما فيها الأصص بقال هي كتير بتخوف أو بتزعج بضب سنينه الحمد لله دكتور الأسبوع الماضي بلشنا نحكي عن كل الأمراض اللي بتصيب الفم الملدية بك يعني نحكينا بكذا حالي واليوم بدنا نتابع كمان وكننا عم نقول المرة الماضية ما حكينا عن الفم عن سنت يعني ما باعف قديش عندك كمان اهتمام خاص زي ما يكون دي أسنينه كيف بدأت انتباهنون كمان بدنا نحكي على الأفت بدنا نحكي على الإيرباس ورح أترك المجال لحضرتك مع الصور أكيد مرسي ميراي مثل ما قالنا نحنا عم نحاول بالحلقات اللي عم نعملها أنه نضوي كتير على الملدي أمراض الفم لأنه قد نروح عند حكيم سنين نرجع ونكرر الموضوع مش بس لازم نفحص سنيننا لازم نفحص الكافيتابيكال يعني كل التم لأنه قد كتير في علامات بتشير على أمراض عامة اللي هي أول شي بتبلش بالتم حبينا هوني نحط شوية صور بس لحتى نفرج الأشياء اللي هي أكتر شي شائعة واللي هي أكتر شي بتهم الناس هلأ أكيدة في أشياء جينيتيك وإشياء رار هذه تصارت إكسيبسيون بس خلينا شوية نوضح على الأشياء اللي هي منشوفها بالعادي شفنا هوني هادي أول صورة اللي حنحكي فيها عن الأنومالي دو ديفلوب حكينا مرة الماضية عن أشياء بتصير أنومالي بس هي أشياء مانا خطرة ما بتعمل كنسر ما بتتحول لما ترح سيئ بس استاتيك ما أوقات بتكون مزاجي مثلا مثل هذه الصورة على إيد الشمال من فوق منشوف فيه دوب اللافر يعني منشوف الواحد وقت اللي حن يضحك عم باين عنده كأنه فيه شفة تانية تحت شفته هادي أوقات بتجي من وراء تروماتيسم مثلا آكل ضربة عليها أوقات بتجي يعني هو والباب بالجنين عم يتكون بل بل بطن بصير فيه عنده هالأنومالي وهيدي مثلا بتتصلح بجنجيفكتومي بتنعمل عملية صغيرة بتتصلح من جوا استاتيك ما ومزاجي وقت واحد بيضحك منها حلوة وقت منشوف الصورة على يد اليمين من فوق على العالي منشوف فيه عظم بسقف الحلق عظم كتير بسقف الحلق هادي منقلهم نحن التوريس بلتا هادي عظم زيادة هدا العظم الزيادة ما لازم حدا يخاف منه لأنه هادي العظم اشياء طبيعية بقلب جسمنا اجا لعندي مريض من جماعتين طالب اني شلوا من الحنك طبعه التوريس مثل هادي الاكزوستوز مثل هدا العظم فشيلين له على اليمين وبعد في عنده على الشمال بده يشيله قلنا له شو القصة قال الولو بيعملوا كنسر هدا ما بيعمل كنسر ما خصوا بالكنسر بالعكس وقت بيكون في عنا عظم زيادة اوقات كتير مثل ما مشوف على الصورة على الشمال من تحت او على اليمين من تحت هل نفخ بالعظم هالسامكات بالعظم دكتور بردون هيدا عظم ولا هيدا درس الزيادة عظم 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 بيطلع كيف اوقات بيجسمنا بتلاقي في عظم نافرة زيادة هيدا عظم زيادة اه مش سن لا من نصن هيدا عظم وهيدا العظم ما لازم نشيله لانه هيدا فيه اوقات كتير وقت مجلها نزرع سنان بحاجة انه يكون فيه سمكات عظم لحتى تحميلك الزرع اكتر اوكي يعني هيدا اشي بوزيتيف اي وين بتزعجنا هيدا الموضوع بس وقت لما نركب الوجبة بس بهذه الحالة بس ما بدي يقو بالمضر ابدا ابدا ما تحس فيهم اصلا بالسينك ما تحس لانه هيدا صار شيش بجسمك يعني ما انه شي معود عليه معود عليه فبليز يعني هيدا الاكزوستوز او الطورس هيدا العظم الموجود بقلب التم هيدا اشياء طبيعية ما نروح نشيله نقص قصهم ونشيلهم الا بحالة وحدة في حال بنا نركب يعني ركب وجبة فينا نشوف الصور بليز التانية هون اللي احنا نحكي عن اللي هو التهاب التم بيجي من وراء الدخان اذا منشوف الصورة اول وحدة الفوق على الشمال البايب اللي بيشابوا كتير بايب بيعمل سقف حلقون ابيض وبيعمل نقط حمر كتير هالنقط الحمر هنه بتتنفخ بتصير انفلامي بتصير بهالشكل هيدا استيتيك مزعجي ما بتتحول لكانسر هيدا ما عنده اي مشكلة انه ترجع تصير وانس وقفنا البايب بترجع بتروح بس هيدا سبيسيك للبايب اذا منشوف الصور التانية اللي هي عالشوين من فوق وعلى المنتحد هودي للبي دخنه للسموكر لسموكر حكينا مرة عن الدخان انه شغلي يعني دمار لقلب التم فالبي دخنه اكتر من المعدل الطبيعي للدخان نحنا كيف منقيسة منقيسة بباك باك هير منقلة يعني اذا كل يوم واحد بيشرب علبة دخان على 365 يوم يعني عندي 365 علبة بالسنة هودي بنحسبهم نحنا وان باك هير منقلة على 10 سنين صرنا 10 باكير 20 سنة صاروا 20 من بعد 20 من بعد 20 باكير انت قطعت الخط الأحمر هلأ انت ل20 باكير في تتشربهم ب3-4 سنين اذا بتشرب 3 علبة بنهار اذا قطعنا هالخط الأحمر صرت معرضة لتعمل كانسر بالتم لليزيون بريكران سيروز لمية شغلة وشغلة يعني اشياء كتير جغل هلقد بيفوت الواحد فيها ما بيخلص دكتور هوني اوقات في حجة عند المدخن طب انا بفرشة سنينة مخاص لتفرشة وقت اللي بتدخن استجارات الحماوة طبع الدخان حماوة الفيمين اللي هي بتضل على طول بقلب سقف حلقك وبقلب تمك النيكوتين اللي عم يدخل دغري والنيكوتين هين جدا دغري بفوت على الخلية طبعنا لا نحنا مش الموضوع عن فرشات سنينة فرشات سنينة حتى ما تطلع ريحة تمي يعني بس أو الدخان بس نحنا هذا ما بفيدنا لكن الدخان مثل استري أبيض استريات البيض هذا اللي بخوفنا على طول وقت اللي بنصير بها الحالة بنعمل بيوبسي لنتأكد أنه ما صرنا باللزيون بريكانسير لأنه وقت اللي بوصل الواحد الدخان هالقدي غير أنه الدخان بيعملنا كرانديدوز هلأ لحن نشوف الكرانديدوز اللي هو شامبينيون كيف بيعمل بقلب تتم وهالإشياء كلها سواء فبليز قد ما فينا نعمل ريديوكسيون للدخان قد ما فينا ننتبه بموضوع الدخان قد ما فينا نظل نعمل سيجار دكتور كمان في عمدوشي السيجار وقت اللي واحد بيشرب سيجار أو سيجار له المعدل طبعه هنے الدو سيجارات وقت اللي بتشرب البايب لمعدل طبعه خمس سيجارات وقت اللي بتشرب الشيشي اللي هي الأرقيلة أرقيلة يعني عم تشرب عشرة سيجارات نص علبة يعني كل واحد لازم يعرف أنه معدل وقت الواحد بلت أردلي لأنه أخف من الدخان أبدا مشيك فهي قد نص علبة الدخان عم تشربها يمكن بعضه أهوى شيء السيجار اللي هو يطلع قد على السيجارتين بس أنه سيجار يمكن في ناس بدخلوا مرة بالجمعة مرتين بالجمعة منه بس المضمن على السيجار بس المضمن على السيجار كتير خطير لأنه بتصل إلى محل كمان الشفاف طبعي على الحماوية طبعا بتصير لونة غامئ بصير في عندي لازيون ممكن أن تكون بريا كنسيريز لقدام تعمل كنسير بالشفاء خطير كتير السيجار وخاصة وقت اللي بكون عم تدخن السيجار إذا منلاحظ أوقات بصير في حماوية لقلو على كعب السيجار مطرح ما بلقط السيجار بصير في حام كتير الحماوية على الشفاف وعلى التسوية طبعا ما كتير منيحة خلنا نشوف بليز السور لنبعد لحنا نحكي عن الانتبيوتيك والإديو اللي منخدها مشان الكنسر اللي السيمي هذي أوقات كتير بتعمل إلسار بالتم منهيك نحنا منقول ما لازم الانتبيوتيك أول شي نتخذ أطوري أترافير هلأ فيه بالعالم كتير لأخذ الدواء يعني الانتبيوتيك نحنا بلبنان تفطي على المكان تعمل تشتري مستيك علكي كان دكتور هلأ بابا بتلاقي شي هلأ ما بطلت تلاقيه هلأ أصلا بطلت تلاقيه بس أنه لازم نضوع الانتبيوتيك ستان فوازون يعني خليها بس الناس تسمعنا شوي الانتبيوتيك سام يعني ما نفكر حاله الواحد عم ياخد الانتبيوتيك بياخده مثل الباندول حتى الباندول سام الدواء ما لازم حدا ياخد أي حب الدواء قبل ما يراجع الحكيم طبعا أوقات كتير على التليفون بيقول له خد الانتبيوتيك يا جماعة الانتبيوتيك ما بينوصف على التليفون لازم الواحد يعمل يتأكد أنه الحالي بدأ انتبيوتيك وأي انتبيوتيك وأي أنتبيوتيك بيأخذ فالأنتبيوتيك إذا عم ناخده على فترة طويلة بيعملنا كتير أوقات ألسر بالتم أوقات بيعملنا شامبينيون بالتم مضبوط لكن الأنتبيوتيك لازم يكون الرستريكسون طبعا وأخده كتير محدود وقد ما فينا أول يعني برمير إنتانشون أول شي بنا ناخد الأنتبيوتيك بناخده سباكتر يكون ديء يعني وقت المعودين باللبنان نحن الأغمونتين الأغمونتين دواء كتير قوي الأنتبيوتيك كتير قوي وبيقتل كمية كبيرة من البكتريين اللي هي منيحة بجسمنا ووقت لما ناخد الأنتبيوتيك لازم ناخد الأنتبيوتيك اللي هو سباكتر كتير قتر واي ديء وعلى قد البكتريين اللي بنا نقتلها يعني ما ناخد الأنتبيوتيك قوي أنه يلا نحن منصح بسرعة وكذا لا هاي إشياء والكير الدكتور لازم نتأيد فيها يعني إذا بدنا ناخده على أسبوعين لازم أسبوعين مش إذا سحينا من أول جمعة مئة بالمئة هم أنه هيك إذا أخدتي لازم تخديه مينموم ست جور سبعة أيام لحتى يقدر ما يعمل لك رزيستانس بالجسم ما يرجع الأنتبيوتيك يبطل يشتغل بجسمه وقت الواحد بعوزه ومنرجع منكرر الأنتبيوتيك ما لازم يبعه ينبيع بالصيدليات بهذا الشكل أكيد أنه كيف ما كان دكتور هوني قد ما عم نشوف يعني صور قد ما فيه أمراض بالفم قديل تم هو مليو هالقد طبراب طبيعي أنه نحن هو المدخل لجسمنا يعني أنت بديك تأكل أي شيء خلاص هو المدخل إذا دخلنا سيجارات قبل ما توصل في ماء على البمو هي بقلب تم يعني هو وخاصة السليف طبعنا الريء طبعنا فيه كثير بكتيري والبكتيري اللي هي منيحة اللي هي لازم نحافظ عليها لازم حتى تقدر تحميلنا هلأ لحنشوف وقت ببطل فيه عنا ريء بتمنا شو بيصير عنا دي ملدي كمان ببطل فيه ريء ليه لأنه بصير فيه مشاكل بالغداد بالغداد الريء مش بطل واحد ما سيعطى شي نشف ريء ومش هيدا أوقات كثير لأ ببطل فيه عنا ريء بالتم سبب الغداد الغداد بصير فيه عندها مشاكل أول إدوية دواء الضغط دواء السكري هو كلهم بيعاموا نشاف بالتم على المدى اللي بعيد وقت بخف كمية السليف بتمنا فيه بكتيري كثير بدا تبين بتتحول من السابروفيت اللي هي طبيعية لباتوجين يعني بتصير بتقزي وتبلش تعطيكي مشاكل بالبتم لحنشوف هلا كم سورة هيدا الميتوتريكسات هيدا بناخده بالليسيمي يعني اللي كيف يعمل إرحى على على شفته للمريض حتى ينتج هون في عنا أدوية مناخدها مثل الإيدانطويين وسيكروسبورين هنه هيدا أدوية بيتاخده للي بيقع بالنقطة لعنده كهربية تراس إيدانطويين وسيكروسبورين هو اللي هو وقت اللي بيكون حدا نزارع كله بيزرع شي بجسمه بلنخفضوله المناعة هيوطولوها حتى تقدر ينجح فهذا شو بيصير عنا بيصير في عنا إيبربلازيب قلب الجنصيف خلينا نشوف الصورة كيف بتنفخ النيرة يحيي النيرة كيف بتنفخ وبتصير تنزل دم بهيدا الحالة بنعمل إمتيت ريزيكسيون بتتزبط يعني بتتأسأس أو بنطلب من الحكيم طبعه يخفف الدوز طبع الدواء أو يغير الموليكول آه بتتأسأس يعني حتى مش إنه فيه مثلا دواء بيخطب بترويق لا 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 بده تتأسأس هون النيري وتتزبط لحتى استيتيك ما لأنه مزعج كتير بتصير بس هيدعة بتصير لأنه في هذا الدواء عم يتأخذ لأنه هذا الدواء عم يتأخذ يعني سويا منغير الموليكول تبع الدواء يعني منخفف الدواء حتى نقدر شويا نساعد المريض لأنه بالنتيجة هيقدمة مزمنة يعني هيد دواء ويخضى ووقف إذا بديو دل عيش نيرته هاك كمان عنده مشكل يعني منلقي كمبرومي بهذا الموضوع خلينا نشوف الصور الثاني بريس بدنا نحكي شويا كنا عن القفط كمان القفط خلينا نحكي شويا عن القفط إذا عم بيحكوني أنا لأنه ما عم بسمع بليت بيس بقى بدنا ننتقل لموجس أخبار الساعة 11 مزبوط ومنرجع لكم صباح الخير وأهلا بكم إلى هذا الموجس الإخباري أشار عضو كتلة التنمية والتحرير أن أبقاسم هاشم إلى أن ما حصل كان بمثابة الإذار الأحمر لما وصل إليه البلد من تفلط وأوضح أن تصرف قيادة المقاومة الحكيم جنب لبنان الدخول إلى أتون الفوضى وهذا ما يريده البعض قول أن لبنان لم يعد قادرا على قيادة أموره وشدد على أن المطلوب اليوم المزيد من الإجراءات والإسراع في وضع الأمور في نصابها وإلقاء القبض على كل من ارتكب وحرد وساهم في جريمة خلدي وإنزال أشد العقاب بهم وهذا أقل الإيمان للحفاظ على الاستقرار وأكد هاشم أنه علينا إسراع الخطى للوصول إلى تشكيل الحكومة للوصول إلى الاستقرار السياسي لا يزال دولار السوق السوداء يشهد ارتفاعا ملحوظا حيث يتراوح سعر الصرف صباح اليوم ما بين 21,150 و21,250 ليرا لبنانية للدولار الواحد أكد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج لبراكس أن انفراجات في البنزين رهن موافقات المركزي وأزمة المزوت متعلقة بالتقنين الذي تمارسه مؤسسة كهرباء لبنان وأشار إلى أن التعويل قائم على وصول بواخر واتفاق استيراد المحروقات من العراق والأمر يحتاج إلى وقت حتى نتلمس عودة الكهرباء ختام الموجز عودة إلى برنامج يوم جديد موسيقى موسيقى نجعلكم مشاهدين نجعل لك دكتور لحتى نتابع شو فيه مشاكل بتصيب التم والأث بسبب أمراض كتير كنت عم تحكينا عن وقت بباطل في ريق بالتم 100% نحن نحكي نوات الباطل في ريق في عنا أشياء كتير بكتيري بتتتحول من السابروفيت للباتوجين بدو يصير في عنا يبين عنا دي ملادي بيوكل كنت حابة بيحكي شوية عن الغافت إذا بيعطونا شوية صور لنحكي الغافت شو ممكن يعمل الغافت عنا عدة فكتورات بطلعنا الغافت بشيسمنا بس ما منا نخاف منه الغافت الغافت ما مناه شيء يلسير ممكن يتحول لشي كانسيرو أو واتفت الغافت هو كينية عن ملادي أوتو إيميون اللي هي الدفاعات تبع جسمنا بتتحرك لحتى تطلع هذا الموضوع هلأ في دراسات كتير بتفرج أنه في دفاعات يعني في عندك عوامل بتساعد على أنه الغافت يظهر والغافت هي من أكتر لزيون اللي هي شائعة بتمنى يعني هي الليزيون الميكوز الأكتر واحدة منشوفها اللي عندك بين 10 إلى 30 بالمئة من الناس عندهم الغافت بيبلش يحرق مطرح ما بده يطلع بتصير تحس أنه مش عم تقدر تبلعي أو ما عم تقدر تأكل شوية تطلع الحبة البيضة هي مش حبة بلتو هي أولسار طفيف وهيك بيبلش ياخد هلأ عندك عدة أنواع القفت بيجي مينار مثل ما شفنا فينا نشوف الصور بيجي على فوق على الشمال القفت بيجي مينار بيجي صغير وعندك القفت جيان اللي هو كبير القفت جيان كتير مزعج لأنه بيعمل ألسار بروفون كتير وبده من 3 إلى 6 جميع لي صح وبيترك سيكاتريس أوقات محمل القفت جيان بينما القفت مينار هن قفت كتير هنا بخلال 8 أيام بروح يعني ما عنده دورة طويلة والسيمطوم طبعا بيجوا أخف طبعا أن الدكتور بس سيديو أكوا يعني ليش بيطلع أوقات عندي بيصير عندي كتير اموشن 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 اوات بيصير في عنده عند الفام الراجل قبل الراجل سيك طبعا بيبين القفت كمان اوات بيصير في عندي ديفيسيانس بالفيتامينات بيعد ما بيعد القفت يعني إذا طلع القف بيتم يتمنى شي بينقل من مطرح لمطرح بس هو مزعج لأنه بيعد بيوجع وبده وقت لايصح أوقات كتير منحط له دكرام يعني سولاجانت مثل الكورتيزول وأطفر يعني لحتى يروح وأوقات منه لحاله بيمشي نحنا الأهم هو رح ياخد 8 ايام هو 8 ايام بده يعني القفت بيطلع عنده بشكل كتير تتكرر يعني تتكرر الموضوع مع دي لزيون برات الجسم لهن أوكلير بالعين اللي هي ممكن تعمل ممكن يعمل ألسار أو ممكن يعمل بالنكوز جينيتال كمان يعمل قفت يعمل ديزولسار إذا بيان عنده يعني نحنا من نروح على دياجنوستيك أكتر يعني نحنا عنا ملادي منا وقف بالتم هي بتبلش بالتم بس هي ستون ملادي جنرال من إلا نحنا الملادي دو بهجت إذا فينا نشوف تاني صورة بليز الملادي دو بهجت شو بيصير بهجت وهو هذا حكيم تركي بهجت وهو الزمان يعني من نفس لحتى بيانة الخبرية وهي بالموين أوريون عنا بشار الأوسط المعدل طبعا واحد على 200 واحد على 400 لكن في احتمالات كتير انه نشوف فريكا ما مش فريكا ما بس واحد على 200 يعني واحد على 200 من قليل يعني مش عم نحكي واحد على 50 ألف ألف مصبوط 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 يطلع عنا قفت كير السيديف القفت عم يطلع بشكل كتير قوي وبعدة مرات وعننا شيء سيمطوم تاني اللي هو أوكلير بالعين أو بالجلدة أو بالميكوز جينيتال هذي مفروض على طول نروح نبحث عن هال ملدية ليه هال ملدية ممكن توصلك تعمل أرتريت تعمل وجع مفاصل ممكن تعمل ترومبوز فليبيت ممكن تعمل كريز قلب أو تعمل جرحات يكون السبب هو هال ترومبوز لأنه الأرتار تبهين علاجها دكتور هيدا العلاج تبعها سيمطوماتيك مثلا ويصير عنده الملدية بهجة لازم ينتبه الواحد ياخد يصير الأنتي كوالولان يعطوه سيئة لأنه بده يعمل ترومبوز يعني هذي أشياء والسيني الأساس اللي بيبلش هو بتتم بمن وراء القفت يعني القفت نحنا بشكل بيجو أكتر بالتم وعم يطلعوا بعدة يعني بصح بيجع بيطلع بيجر وعنده سيني تاني اللي هو برد جسمه العين أو أو الجينيتال مفروض نروح نعمل الدياجنوستيك أفنسي أكتر لحتى نتأكد أنه منه بهذه الملدي بهذا السندروم لأنه منخاف يعمل ترومبوز يعمل حالات بتودى أو يعمل أدريت يعمل واجع مفاصل أو يعمل عدة مشاكل تانية دروري خلنا نشوف الصور التانية بعد نحن نحكي عن الارباس الارباس كمان من الفيروس اللي هو كتير شائع الارباس عندنا الارباس ننتبه أنه أوقات كتير الولد بيكون بعضه نوفوني بعضه خلقان جديد بيعمل الارباس وبيعمل حرارة قوية بيطلع عنده بقلب لسان وبقلب تم وبقلب كذا وبيأزي كتير للولد هذه البريمو انفكشون بيفوت الارباس أول مرة لازم ننتبه أنه الولد الصغير ما نبوص بإيده ونبوص بوجه حرام عم نقله كل شيء وهو أخطر شغل هي الارباس الارباس عند الولد إذا عملي تعمل حرارة في كتير عالية تعمل أستينية كتير قوية يعني بيعمل حتى ممكن يفوت أوبيتال من وراء هذا الموضوع فخلينا ننتبه أنه الارباس هو سيتان فيروس بيفوت بجسمنا بيعيش بجسمنا ما بيطلع بضل عيش يعني مرة فيت على الجسم خلاص ما بيطلع الفيروس بيفوت على الجسم هذا ما بيطلع بيتحرك من فترة لفترة حسب الاموشن طبعنا أوقات الاسترس أوقات التعرض للشمس أو تروح عند الحكيم لابرة البنج عند حكيم سنين بابرة البنج بتطلي على الارباس أوقات عندي ديفيسيت اميونيتير بيقشت عنده وبدنا ننتبه كتير إذا عم نعمل الارباس كتير إذا الارباس عم يتكرر كتير بدنا ننبش على فيروس تاني احتمال يكون عم يتعم ماشي معه اللي هو الارباس بدنا ننتبه إذا الفيروسات كتير الارباس عم يتكرر بدنا ننتبه أنه يمكن يكون نعمل فحص للأيد لحتى نتأكد أنه منه موجود هلا الارباس فات أول مرة في عنا الارباس سيجوندير اللي هو تاني مرة بيطلع أخف ومستعمله شي مثل زوفيراكس وهذا الإدوية فعاليتها وقت تحس بالسانساسيون ونهارها يعني هي أكتر أن تستعمي على جور ما بفيد أول ما تحس بالسانساسيون بتحط الأسيكروفير عليها بتلاقيها نهار واحد على كذا أبليكاسيون وخلص بترتاحي بس أنه أكتر من هيك هي دكتور تعدى من محل لمحل محل إذا الوحد نشوف في ناس بيأشروها كتير بيعدي الأير باس لازم ننتبه ما فينا إذا عنا أير باس نبوز حدا ما فينا إذا عنا أير باس نحط إيدانا بيتمنى أو نقدر نعطي الملعة الشوكية أو أدب مثلا واحد عم تعمي ابنه بحط الهدى لازم ننتبه كتير عن الموضوع فالأير باس بيعدي ولازم أطبع فيها ناخد أي منه دكتور عم بقولولي الوقت انتهك كتير مشاكل نعم لازم ننتبه لكينا على كل الشي وما نستلش حتى ما يكون فيه أمراض بعد يعني أكتر من هيك أو أقزة من هيك دكتور بيتشكر حضورك معنا أهلا وسهلا فيك ونشوفك نقال الراد الأسبوع نقال الراد مرسي لكم مرسي لكم مرسي مرسي